السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله راح نشوفوا كيفية تحضير الفلون بالكغامال بدوق البرتقال والليمون بدون فرن بدون حمامائي ابقوا معي للاخير تكتشفوا الطريقة مشاهدة ممتعة ومباشرة نروحوا لطريقة التحضير عندي هنا كاس مشي معمرت على السكر نحطوه في الكاثرونة ونضيف له زوج بلاعق كبار تع الماء نحطوه فوق النار ونخليه حتى يولي لي كرامل ونرحو للمرحلة الثانية نجيب كاثرونة واحد اخرى نحط فيها نصف الليتر تع الحليب نضيف لها مبشور حبة برتقال ومبشور حبة ليمون نضيف ملعقة كبيرة تع بودرة الحليب هنا راح نستعمل الحليب تع الساشيات اذا استعملتوا من النوعية الجيدة كيما كونديا مكلة تضيفوا حليب البودرة تخلطوا مليح باش ما يبقى لكم شحو بيبات وتحطوا الكاثرونة فوق النار باش يسخن لهذاك الحليب ونروحو للمرحلة الثالثة نجيب هنا الاناء تع العجانة وتقدري تاني تستعملي انغي سيبيون باش تستعملي الباتور نضير عرب حباتي تع البيت متوسطين الحجم ونضير ثلاث ملعق كبار تع السكر ونضير ملعقة صغيرة تع عضر الكارامل تقدري تعوضيه بعضر الفاني نحط هذاك الاناء في العجانة ونبدأ نضرب فيه بالفوي كيما راكم تشاهدوا كيما قلت لكم تقدروا تستعملوا الباتور عادي نروحو نتفقدو الكاسرونات الكارامل كيما راكم تشاهدوا راهو بدا يدوب قا شوية تلحو بدا السكر بعد ما يدوبلي مباشرة نضيرو في دي غامكة نفرغو أو نوزعو على ستة دي غامكة ونروح للبيض اللي طلحتو نبدأ نضيف في هذاك الحليب اللي سخنتو من قبل بالتدريج باش ما يضيبليش هذاك البيض وكيما تقدريت استعملي الباتور تحكمي الباتور بتاعك بيت وتبدا يتفرغي في الحليب بيت وتخلطي لا فيتاس لازم تكون قاوية وكي نشوف هادك الحليب بيبدأ يدفع نفرغو هنا في الصفاية باش نصفيه وننحيلو هادوك مبشور البرتقال والليمون وتتنحلي هاد الرغوة اللي راكم تشوفو فيها ملفوق ونبدأ نوزع في الفلون بتاعي في لغامكة كيما راكم تشاهدو من بعد نحي هادك الرغوة اللي جيني ملفوق بالملعقة كيما راكم تشاهدو ونجيب الفلون ونغلف كامل لغامكة بهذا الطريقة نكون ديرا وممتون القدرة تاعي تسخن فيها منصفتها بالماء ندير كمية لبس بها تاع الماء نخليها تغلي وبعد ما نغطي هادو لغامكة نجيب الكسكاس ونستفهم بهذا الطريقة نغطي هادك الكسكاس باللغطة ونحطوه فوق النار أو نحطوه فوق القدر ونحسب مدة 20 دقيقة بالتمام باش عاد نفتح عليه ونتحصل على أرواع الفلون اذا هدا هو الفلون اللي تحصلت عليه راوية بس شوية هنا كتجربة ندير هنا الكوردون ندخلوا بهذا الطريقة على هذا الطريقة ونتحصلوا على أرواع فلون وكغمال بدوق البرتقال والليمون حتى أنتم جربوا هذه الوصفة أكيد سأتعجبكم ونقولكم شكرا على حسن المتابعة والتشجيع وإلى اللقاء في كيفية أخرى بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة